السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هاد نهار ان شاء الله غدي نقدمكم وحال الحلقة ديال اساليب الغش في طرق التسويق يني الطرق ديال التسويق ديال الالانيب كين واحد نوع ديال الغش بغيتنا نهضر لكم عليه وفي حقيقة واحد قصة غريبة طرط لي هاد نهار وبغيت نحضركم منها ونهضر لكم عليها هاد الطريقة هادي اسمه هي وهي انا نمشيت نبيع شي حبات ديال شي ضكورة كانوا وجدولي وبغيت نبيعهم بالكيلو نمشيت عند القزار اللي كان نتقضى عليه يعني اللي كان ندفع له قال لي لا ما مخصنيش فهر الوقت قلت نبدل مشيت عند قزار اخر قلت له واش تشريع لي القناين قال لي مرحبا هو قزار يعني كيبيع بالكيلو اه كنت تصادف انه فاجأني يعني بواحد الكلمة قال لي يا جيب لي جوج نتوات واذاكر ويكونوا واصلين شوفوا هاد طرق ديال الغش إلا كان قزار وكيبيع بالكيلو رهما شي هي كتشري اه اونثى مثلا واجدة انه الكيلو كيدير خمسة وثلاثين درهم مثلا هاد داكر هادا مشوفوه هادا في جوج كيلو احنا نقوله جوج كيلو جوج كيلو بالضبط قاع اه اه انا مشيت حسابعته واذا ينبيعو بسبعين درهم ولكن ره بقي ما مداويش يعني اه بقي ما وصلش لوقيته ديال ليبرا ليبرا ره كدير 9 درهم عشر درهم ره تايي كان حسبها من كان تفاجأ ان هذا الجزار يعني هو في حق محتال محايل باغي يشري بالثمن دير الكيلو وفنفس الوقت يكونوا ارانب يعني واصلين ومداويين إلا كانوا ارانب واصلين ومداويين رهما شي هما ثمن الكيلو ثمن الكيلو وهم هاد الصغار حالكه ممكن انه مني كيكي كبرو شوية قاتس إنهم يوصلون لكيلو نص كيلو سبعمية سبعمية قرام وكاتبيعهم هذيك مشي مشكيل ولكن النتوات اللي واصلين ربعا كيلو مثلا النسواة دي ربعا كيلو الطابير هنا كاتسوا تل ميتين درهم تل ميتين وخمسين درهم تل 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 ثلثمية درهم إذا كانت واصلة ويعني شيئ عميثة نقية ربما ممكن تبيع تل ثل ثلثمية درهم ربعا كيلو لمشينها ضربناها في سبعمية دريال الكيلو را هي آش هي 140 درهم راولت غش هذا غش يعني كين اللي كيتسول لنفسه أنه يعني ممكن أنه يخدعك وهي لا الثمن ديال كيلو بحده والثمن ديال الواجد بحده الثمن ديال الواجد بحده هي اسمه المعنى ديالها وهو أنه منين الأرنب يكون مداوي ويكون واصل خاص الثمن ديال الو كيتباع كأم مثلا كأم واجدة يعني غدي تولد لك وغدي تستفد منها بالنسبة للذكر را غدي تستفد منه غدي يبقى يلقح لك الأمهات تهو الثمن ديال الو بحده الثمن ديال الواجد مثلا بابيون لشانشيلا را ممكن أو تحت مثلا هذا أنا نصبر عليغي واحد شهر را نبيعه بالثمن أما باش تكونوا مفاهمين ش اسمه هي الطرق ديال تصويق ما بين البيع بالجملة بيع بالكيلو والبيع بالحبة را خص تكون واصلة يعني إلا كانت واصلة را الثمن ديالها را كيتضاعف تقريبا را كيتضاعف مشي كيتضاعف ولكن بحال 140 درهم تل 250 درهم را تقريبا غدي تضاعف إذن الأرنب منين يوصلت ثلاث شهور را كيكون واجد باش على الثمن ديال الكيلو إلا فات ثلاث شهور ودات له اليبرة اللي هي كتسوى عشرة درهم صافي را ولا محسوب من 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 طباقة ديال الكسيبة إلا كان عنده 14 شهور صافيها ذكرى وانثى بقى لها شهر وممكن تزوجها أما بالنسبة للذكر را 4 شهور را ممكن أنه يلقح نشوف الفرق ما بين شهر ديال الفرق ماشي شهر شهرين يعني تلت شهور تلت شهور تلت شهور تلت شهور تلت شهور تلت شهور ممكن أن الفرق في شهر كيتضاعف تقريبا كييتضاعف إذاً حضروا رأسكم من هذه القضية دي من النصابة المحتالين أنه يخلطوا الأمور يقول لك لا أنا بغي الكيلو والكيلو أراه هو اسمه الزر الحقيقي اللي كيبغي يقول لك فوقت الكيلو وسبعمائة لماذا كيلو سبعمائة؟ لأنه مني كتبعو له وكتبعو له بالشعر دياله بالمصارن دياله مني كيدبحو صافي كيولي هدك الأرنب عبارة عن اللحم هو كيتاجر معك في اللحم كي يشري مثلا 35 درم رأك يبيعوه ب 80 درم يعني خيبك يرمي لك الأحشاء اللي دياله رأك يكون لابح مئة بالمئة يعني كل واحد أرزق الله كل واحد وعن حمنا ما كم الشيء كان هضروه على القضية هو الشحر كييربح ومن حقه يربح عنده محا دياله عنده الكرة دياله الضرائب والضوء أما بالنسبة الفكرة اللي هضرت عليها منها وهو الحتيال من نوع آخر وهو أنه بغي يشري عليك السلعة اللي هي عبارة عن كيلو وما تكونش في وصلة للشهور تكون هو بغيها ديال خمس شهور مثلا خمس شهور رماشي هي السلعة اللي يعني ديال الدبيحة وأنا رأني سبع سنين دياله تبارك الله بدون تفاخر ولكن رأى عندي تجريبة في هذا الميدان ممكن أنه نعطيه الإحلال إحلال هي شيء حاجة ما كتولدش ولا شيء يذكر في شيء مشكيل أنا لا أنا رأني عارف يعني الهضراء يخصت كن بضوابط بموازين ما يخصتش هو كتسول له نفسه أنه يقدري يخدعني لأنه هو بغي ياخد شيء حاجة يعني كتولد وبثمان ديال الكيلو ولكن رأى ممكن عطني الخداع ديال مربي الأرانيب رأى ممكن أنه كيقولك الطمع كيغلبوه سكون كيغلبو الكداب ممكن أنه هو كيطمع ممكن أنه يتصادف مع شيء حد خر ويبيع له شيء حاجة اللي ما كتولدش مثلا اللي فيها شيء مشكيل اللي كتكول ولادها اللي يعطني الضكر اللي عاقيم مثلا ويشريع عليه هو ويصحاب بالإراه هو خدعه والأخر الطمع والأخر كاذب عليه مهم هاد الأفكار أنا يعني كنت أسف أنا كيني الناس اللي كيفكروا بهذا بهذا الأفكار بحال هكا ولكن ما عندنا من ذي رخص البنادمي يحضي أعطيتكم هاد الأفكار هي عبارة عن أسرار اللي كتروش في المخ دي التجار حضيوا مع هاد التجار رهم كيغشوا يعني انتم ما كونوا واقعيين وعرفوا بل يراك كين الغش ماشي دنيا كلها عبارة عن خير كما كين الخير كين الشر كذلك إذا هاد الحلقة دينا هاد النهار حاولوا أنكم تردوا بالكم التربية دي الآن أنا بيارها يعني زيانة وكانت تجيب المدخول الحمد لله ولكن ما تخليوش يعني بعض يعني الأشخاص اللي يخسروا لكم البيع والشرة ديالكم إذا الحلقة ديالنا هي هاد رضوا بالكم الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا يشاركو معنا قانات الغادية بالدعم ديالكم كنشكركم بزاف تعالق طيبة ديالكم راني كان نقراها وكان نجاوب عليها قدر الإمكان الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركو معنا وتكيو على زير جام ما تنسوناش بزير جام وتكيو على زير الجرس كي يصلكم الجديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة شكرا شكرا